جديد مرصد جيمس واب الذي التقط صورة مذهلة لأعمدة الخلق تمكن التليسكوب جيمس واب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا من التقاط صور جديدة لما يعرف بأعمدة الخلق وهي عبارة عن سحب من الغاز، الغبار، والنجوم أيضا أخر الصور كشفت أعمدة من الغاز والغبار المحطة بعدد لا يحصى من النجوم المتلألئة وكانت أول مرة ترصد فيها هذه الظاهرة الكونية عامي 2014 و 1995 بواسطة التليسكوب هابل لكن الصور الجديدة تعد أكثر عرضا تفصيليا لهذه الظاهرة المدهشة مرصد هابل تمكن عام 2014 من تصوير نجوم مشعة بلون أحمر زاهن لكن كاميرا جيمس واب كانت أكثر تطورا فتمكنت من رؤية الوميض المتوهج كما هو الفضاء ولكن لم تعد أعمدة الخلق السمكة ذات اللون البني معتمة كما في الماضي للإشارة تبعد أعمدة الخلق عن الأرض سبعة آلاف سنة ضوئية ناسا أشارت إلى أن الصورة الجديدة ستساعد الباحثين في مراجعة نماذجهم الخاصة بتكوين النجوم من خلال تحديدهم عددا دقل النجوم المتكوينة حديثا بالإضافة إلى كمية الغاز والغبار في هذه المنطقة جيمس واب يتمركز على مسافة نحو 1 مليون كيلومتر فاصل 5 عن كوكب الأرض من بين الأهداف الرئيسية للتليسكوب الذي بلغت كلفته 10 مليارات دولار دراسة دورة حياة النجوم بالإضافة إلى دراسة الكواكب الخارجية أي الموجودة خارج المجموعة أو المجموعة الشمسية